نسحب هاي لفوق رهيب اليوم بدنا نحكي عن فلاتر العدسات من شركة كيند اف شكراً لشركة يو كام لتزويدي بهاي الفلاتر والمعدات ولرعايتهم لكل فيديوهات مراجعة معدات التصوير فاذا انت اول مرة بتشوف هذا الشكل قطعة قزاس تنحط على العدسة كمل معنا هذا الفيديو خلينا نبلش بداية خلينا نعرف شيعني فلتر يليو الفلتر هو عبارة عن قطع زجاجية تنحط على العدسة من قدام مشان تساعد المصور على انتاج مؤثرات خاصة او تساعده في بعض الاعدادات بالكاميرا النوع الاول منهم اللي هو سيركولر فلتر يعني فلتر دائري فيه له مسار او ثريد بالعربي مش عارفش معناها صراحة هذا الثريد بركب على ثم العدسة من جوه فبتلاقي فيه لحزوه زي البرغي تقريبا بدك تحاول تلاقي وين المصرب او المدخل المناسب للفلتر مفروض انه متشديدك يعني منفروض ما يطلب منك اي قوة مشان تلفه بتلفه شوي شوي وبين ما يسكر على الاخر خلاص ببطل يشد فهذا النوع الاول اللي هو سيركولر فلتر فلتر دائري النوع الثاني اللي هو منسميه سكوير فلتر ايش يعني سكوير فلتر اللي هو عبارة عن قطعتين الاولى بيكون اطار بركب على العدسة والثاني بيكون عبارة عن الفلتر نفسه بيكون عشكل مربع بركب على الاطار بتثبته بتشد ايديك خلاص طب يليو انا متى ممكن استخدم السيركولر او سكوير فلتر ايش بفرق معاي الاول حبيبي انه سيركولر لكل عدسة بدك فلتر خاص فيها طب يليو انا كيف داعرف شو القطر المناسب لعدستي بسيطة حبيبي اطلع على غطى عدستك من جوه بتلاقي رقم مكتوب اللي هو انا مثلا سبع وسبعين ميلي على عدستي هاي على عدست الثاني مثلا اثنين وثمانين ميلي بيكون فاي اثنين وثمانين ميلي متر فيك انت بتعرف شو قطر عدستك على فكرة قطر الغطة هو نفسه قطر الفلتر فانا بقدر اركب عليه الغطة ويركب خلص ويظل موجود يعني بقدر اخلي الفلتر عليها ما في داعي اظل اشياء لو اركبه بالنسبة للسكوير فلتر الاطار بيجي كبير بركب على اي عدسات لكن فيه رنك خاص او ادابتر حسب نوع عدستك بيجي بنفس الكرتوني انت بتحدد قطر عدستك المناسب بعدين بركب عليه هذا الاطار من ناحية فرق عملي انا ايش ممكن استخدم سكوير فلتر انه انت ممكن تحط نوعين من الفلاتر مثلا على هذا الاطار مثلا سي بي ال مع اندي فلتر على نفس الاشي هون السيركولر مش كل الفلاتر بتقدر تعمل لهم استاك يعني بتقدر تركبهم فوق بعض والفرق الثاني والاكبر انه ممكن الفلتر هون يعمل شوية فينيتنج على اطار الصورة بسبب انه اطار الفلتر بالضبط جاي على قد حواف العدسة لكن بالسكوير فلتر هون بيغطي اكثر من مساحة العدسة نفسها فهون هاي الزوايا تقريبا ميتة ما بتأثري كثير على الصورة انت بهمك السنتر تاع السكوير فلتر فهذا هو الفرق الرئيسي ان يحكي بين السكوير والسيركولر انه انت بتقدر تعمل استاك يعني هذا هو صراحة الفرق الاهم بينهم وبتفرق بين مصورين الفوتوغراف والفيديو يعني كمصورين فيديو صعب احنا نعمل هاي الشغلة عادة ان نستخدمها مع المات بوكس بيكون فيه مدخل فلتر خاص لكن الاريح انه صراحة انه وخلص ناخذ الكاميرا والعدسة يركب عليها الفلتر جاهز نفك الغطة ونبلش تصوير هاي بالنسبة للمصورين الفيديو فانا نصيحتي اذا بدك تصور فوتوغراف خصوصا لاند اسكيب امشي مع السكوير فلتر اما اذا مصور فيديو اكيد ما رح يوفي معاك السكوير فلتر انطلق مع السيركولر فلتر هلا نبلش نحكي عن انواحهم انا موجود هلا بين ايدي اربع انواع النوع الخامس ان شاء الله بس يوصل يوكام رح اطلبه ونعمل عنه ريفيو نبلش بابسط نوع اللي هو منسميه UV فلتر ال UV فلتر اختصار لألترا فيوليت ايش اني الترا فيوليت ليه الاشعة فوق القلبة نفسجية بيحمي العدسة والكاميرا عندك والصورة من الاشعة فوق القلبة نفسجية لكن هذا الحكي زمان كان مطلوب لكن حاليا معظم الكاميرات الحديثة فيه UV فلتر على السنسور نفسه طب ليش يلي لسه بيبيعوه صراحة الاستخدام الاكثر شيوعا اللي هو حماية للعدسة في حال انها وقعت او اكلت ضربة ينكسر الفلتر اللي حقه تقريبا 10 دن انير ولا تخرب العدسة فهاي هي الشغلة الاولى من UV فلتر صراحة انا كليو وقت التصوير بفكه يعني انا بخليه موجود معظم الوقت بس لما ابدأ اجي اصور اشي جدا احترافي ما بفضل يكون في عندي اي فلتر على العدسة بسبب ان وجود اي طبقة زجاج زيادة غير الموجودة بالعدسات ممكن يزيد انكسارات الضوء وتخف حدة الصورة فانا بخليه لكن وقت التصوير بفكه وهي بتشوفوها في فيديوهات اليوتيوب بيكون ماسك الشاكوش وبطق بالعدسة مبسوطة حاله بيكون بطق بس باليو في فلتر مش هاليش اللي كثير فهي فكرته بكل بساطة استخدامه خفيف بس للحماية حاليا نحكي هلا عن ثاني اكثر فلتر شيوعا في الاستخدام اللي هو ال اندي فلتر اتصار لنيوترال دنسيتي فكرته اللي هي زي نظراتك الشمسية بتخفف كمية الاضاءة اللي داخلها على العدسة وهذا سيركولر من هاي النوعية في هاي السيركولر وفيه السكوير يعني الاثنين اندي فلتر لاحظ انه صارت العدسة غامقة من قدام هذي وظيفة الاندي فلتر طب انا يليولي ايش ممكن استخدمه الحالي الاولى لما مصورين الفوتوغراف لما بنا نصور على شتر بطيء لكن بالنسبة للناندسكيب بنا نصور بحر او شلالات المي بتشوفوا صور هيك تلاقي المي طالع بشكل سيابي جدا حبيبي هاي بتتصور على شتر جدا بطيء لكن لما تيجي تصور بعز الشمس على شتر بطيء الاضاءة بتكون كثير اوفر اكسبوجر حتى على فتحات ضيقة فبهاي الحال منستخدم فلتر الاندي الحال الثاني لما بدنا نيجي نصور فيديو لكن ما بدنا نغير سرعة الشتر نفس الاشي لما بدنا نيجي نصور بالشمس بدنا نخلي فتحة العدسة واسعة مثلا الشتر ما بدنا نلعب فيه رح يخرب الحال الثالثة اللي بيصوروا بالستوديوهات وبستخدموا الفلاشات وعندك الفلاش مثلا ما بدعمل هاي سبيت سينك ما بدأ اشرح الهاي سبيت سينك كفير موجود عندي فيديو على الانستغرام بشرح فيه شو فكرته اذا انا عم بستخدم اضاءة ستروب افلاشات بغض النظر ما بقدر اخلي الشتر اسرع من واحد فمنضطر مثلا انه نلعب في فتحة العدسة طب اذا بدأ اصور داخل استوديو باستخدام الفلاشات لكن دخل الخلفية بليري زي هيك عندي يعني عفتحة واسعة مثلا هلا عم بصور عفتحة اثنين فاصل ثمانية فهونا الاضاءة بتطلع كثير قوية فشو الحل نستخدم الاندي فلتر بهاي الحالة فيه فلتر ثاني حبيبي منسميه ذي اندي يعني variable neutral density يعني متغير فانت كل ما تحركه كل ما صار اغمق هذا بفيدك اكثر وفيه استوبات كثير مثلا هذا اندي فلتر من اثنين لأربعمية فانت حسب درجة التعتيم اللي بدك اياها بتقدر تلف الفلتر لحد ما يصير اغمق واغمق وفيه كمان نوع ثالث من فلاتر الاندي اللي هو منسميه GND graduated neutral density اللي هو تدريجي هذا احنا بنستخدمه بالتصوير الاندسكيب خصوصا اللي بدنا نطلع صورة للسماء والارض بنفس الاكسبوجر عادة مصورين الاندسكيب لما بدنا نيجي نصور منظر طبيعي فيه السماء من بينه والارض السماء اضاءتها بتكون اعلى بكثير من الارض فاحنا مشان ما نلعب بالفوتوشوب بدنا نطلع الصورة جاهزة من السنسور او من الكاميرا بنستخدم graduated ND filter فكرته انه انا بقدر اخلي السماء مثلا من هنا معتمل اضاءة قل لكن من تحت ما يأثر على الصورة وبقدر اتحكم كمان بخط الوفق هاي هي فكرة ال square filter انه مثلا اذا بدأ اعطي ثلث للسماء من فوق وثلثين للارض بقدر ارفع الخط التدريجي انه اخلي السماء تبلش تقريبا من هنا مثلا تبلش من الثلث اللي فوق حسب الصورة عندك وطبعا انت بتقدر تعمل rotation لل square filter حسب كيف عدستك موجودة اذا انت بدك تصور بالطول بالعرض والاخره فهي بتفرق معاك بالسيركولر لاحظوا ان انا عم بستخدم هذول الكفوف الخاصة او الاصابع الخاصة لانه صراحة اذا جرح مشكلة وهذول بسموها fingerprint magnet يعني بصمة ايدك بتطبع فورا فانا ابدا ما بفضل ان امسكهم بايداي هاي هي بالنسبة لفلاتر ال اندي حبايبي فلتأكيد قبل ما توصي الفلتر على العدسة من الجوه مثلا هون فاي سبع وسبعين ميلي متر نيجي لحبيب قلبي هسه اللي هو polarizing filter او اختصاره cpl filter circular polarizer او linear ما بدي ادخل بالفيزيا كثير بعرف انه في ناس ما بيحبوها زيي انا بعشقها في محاضرات على اليوتيوب اكتب الفرق بين circular polarizer او linear polarizer هذا الفلتر حبايبي له استخدامات كثير اهمها لهو تصوير المنتجات هسه بالنسبة لك انت مش شايف فرق انت شايفه بس شوي غامي وفعلا بيقل الاضاءة ككل stop كامل وهيك واحدة من سلبياته نحكي لكن cpl filter او polarizing filter يمكن المتابعين ومتابع الاستوريات عندي بعرف شو وظيفة هذا الفلتر كل بساطة هذا الفلتر بيلغي الانعكاس عن الاسطح غير المعدنية خلينا نبلش بالحال الاولى لما بدك تيجي تصوير تصوير طبيعة وفي بحر او مي قدامك لكن هاي المي عاكس السماء فانت مشان تلغي هذا الانعكاس ويبين اللي موجود تحت المي بتستخدم فلتر cpl طبعا بدك تظل تلفع بينما تلاقي الزاوية السليمة اليه لحد ما يلغي هاي الانعكاسات الموجودة على المي فهذا اول استخدام اليه مثلا اللي هي المي هاي المي لا تعتبر سطح معدني ثانيا بتصوير السيارات تقدر تلغي الانعكاس عن قزاز السيارة للأسف ما بتقدر تلغيه عن الشاسي تاحه الحديد لكن تقدر تلغيه عن القزاز ويبين السايق او مكونات السيارة من جوه ثالثا بتصوير المنتجات او بالساعات خصوصا اذا انت بدك تصور الساعة بدك تبين مكونات العقارب اللي جوه وتلغي انعكاس القزاز اللي من بره بتقدر تستخدم فيها cpl filter واخيرا وليس اخرا في تصوير المنتجات مثلا اللي عليها texture زي هيك الجلد اذا بدك تلغي اللمعة تخليها شوي مطفية مطم احنا بنسميها مش glossy تقدر تستخدم هذا الفلتر وتظل تلفه عبين ما يلغي التوهج احنا بنسميه مش انعكاس يعني بالانجليزي في فرق بين الرفلكشن وبين القلير فكيف بدنا نميز بينهم يليو؟ اذا هذا الاشي سطح معدني ما بتقدر تلغي التوهج اللي علي او القلير اللي علي في تصوير البورتري مرات بيستخدموه مشان يلغي اللمعة اللي هي تقريبا تأثيره زي المكياج اللي بيطفي هاي اللمعة والاخره بس انا ما بيحب كثير هذا الاستخدام لانه كمان بيأثر على لمعة العين فبدنا ننتبه لهاي الترك ولهاي الشغلة طب يليو اذا انا بدا استخدم اندي فلتر مع سي بي إل موجود هذا الاشي من شركة كاند اف اللي هو سي بي إل اندي فلتر بنفس الفلتر مكلف نوعا ما لسه ما وصلنا على الاردن اول ما يوصل رح اعمل عنه ريفيوه وهذا اللي احنا بهمنا كثير صراحة كمصورين فيديو فوتوغراف لكن اذا انت عندك فلترين هل بتقدر تركبهم عبعض؟ نعم انت بتقدر تركبهم فوق بعض او المصطلح اللي بنستخدمه ستاك فلتر زي ستاك بيسموه سينيماتيك فيلنك بيأثر على الهايلايتس بيعملها زي هيك سوفتنينك بناعمها فهو بيعطي هذا الافكت لدريمي او السينيماتيك بيطلقوا هاي المصطلحات عليه بيبين زي كأنه انت بحلم فيه له ثلاث درجات فيه له نص ستوب ربع ستوب وفيه ثومن ستوب فانت بتقدر تقدسهم فوق بعض مشان يزيد تأثيره ممكن احنا نستخدمه مثلا عندي المشهد في يوتيوبات ار جي بيه هذا اكثر اشي ممكن اميزه مع ضو حاد جدا بدي لقلوه تاحهم يزيد مش عارف كيف اوصفلكو اياه لكن مثلا هذا الشوت من غير البلاك مست فلتر وهونا مع البلاك مست الربع ستوب فرق بسيط جدا بدنا نعمل زوم على الهايلايتس او عمصادر الاضاءة مشان تقدر تشوف الفرق بينهم فهذا مفيد لمصورين الفيديو اكثر اشي لهم بجي يصوروا شتات فيديو هيك تبين صوفت ودريمي زي ما حكينا اخر شغلتين اللي بدي اختم فيهم في اشي اسمه step up ring مثلا يليو انا عندي اكثر من عدسة بدي اشتري له كل واحدة cpl filter لا حبيبي بتقدر تشتري انت cpl filter اكبر واحد مثلا 82 ميلي وبتعمل step down بتركب ring خاص على عدستك بسمح انه يركب عليها فلتر اكبر او العكس بنسميه step up filter فمثلا انا عندي هاي العدسة 77 ميلي وعندي هاي العدسة قطرة 82 ميلي بقدر اركب هذا الفلتر هون واوفره حالي بدل ما اشتري اثنين اه بتقدر بكل بساطة بتفك الفلتر عن هاي العدسة بتركب step up ring على العدسة الصغيرة مشان يخلي قطرها اوسع فهذا step up ring من 77 ميلي ل 82 ميلي بعدين بتجيب الفلتر الكبير اللي بركب عدستة الثانية وخلص بركب عليها بكل بساطة فانت هيك بتريح راسك بدل ما تجيب اكثر من فلتر لاكثر من عدسة بس بتستخدم step up ring عليها وبتركبه والشغلة الاخيرة اللي بدي اختم فيها انه فيه شنطة خاصة بتيجي من شركة كاند اف مش مكلفة جدا بتقدر تحط فيها كل فلاترك لان انا تقريبا عندي اربع فلاتر واستخدمها مشان احط الفلاتر فيها وبقدر اطلع الفلتر منها واستخدمه براحتي فهي فكرتها بسيطة جدا شنط تنبطن تخبي فيها فلاترك بدل ما هم مرميات بكراطينهم او بوكساتهم خايف اكون ظلمت السكوير فلتر بصراحه وهو كمان جميل وخرافي يعني بقدر اركبه وبتقدر تعمل ستاك للفلتر فمثلا هاي graduated filter بركبه هون اول واحد على السلوت الاولى بدخل كلاش تمام بقدر اركب فلتر ثاني اعمله ستاك بكل سهولة يعني فيش داعي اعلفهم على السلوت الثانية وهي كي بركبه فوق بعض فهذا كمان انا حسيت حالي ظلمته بهذا الفيديو لكن ان شاء الله راح اعمل عنه ريفيو خرافية مرة جاي مش بس ريفيو كمان استخدام عملي له على الواقع يعني ممكن ننزل على البحر الميت انا وزيد ابو طاها او زيد بحراوي ارجحهم لشغفهم ونرجع نجرب هاي الفلاتر فيه وكل احوال حبايبي اتمنى اكون افتكم بهذا الفيديو اذا عندكم اي اسيلة او استفسارات او معدات بتحبوا نعمل عنها ريفيو بالفيديوهات الجاي بتقدروا تبعثوا لي على صفحة الفيسبوك او انستجرام او على صفحة شركة يوكام نفسهم اتذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة اتذكروا اهلنا في غزة وفي كل الوطن العربي بدعاكم مع السلامة